اشتركوا في القناة وفي دولة اخر اذا كانت هذه الاتفاقات بحاجة الى مراجعة واسرائيل عليها ان تحترم هي هذه الاتفاقية القائمة بيننا وبينهم رغم اجحاف هذه الاتفاقية بمصر الا ان على اسرائيل وهي الطرف الذي سيكون اكثر تضررا من الغاء هذه الاتفاقية او من المساس بها على اسرائيل ان ترى رد فاعل مصر الحقيقي رد فاعل مصر ليست مصر مبارك وليست مصر السادات التي فرطت في حقوق مصر وفي طرابها وفي دمائها على اسرائيل ان تدرك رد فعل مصر بشعبها رد فعل مصر بقيادتها الامينة التي تتولى مقاليد الامور في هذا الوقت الحساس وفي هذا الوقت الحارق مصر لن تكون مصر التي عرفتها اسرائيل خلال العقود البسيطة الماضية مصر الحقيقية هي التي تهب الان مصر الحقيقية هي التي قام شعبها البطل من كبوته وقام ليعبر عن نفسه في 25 يناير ومصر هي التي ستواصل التعبير عن نفسها على اسرائيل ان تدرك ان مصر تملك من وسائل الردع المختلفة ما يمكنها من اعادة توازن القوى في المنطقة انتغطر اسرائيل بقواتها العسكرية الغاشمة مصر تملك من قوات الردع من شعبها البطل ومن قواتها المسلحة البطلة ومن هؤلاء الشباب الذين خرجوا ليس من الصعب ابدا ان يضحوا بارواحهم مئات الالاف بل ملايين من الشعب يمكن ان يضحي بنفسه في داء التراب الوطني وفي داء الدماء المصرية الزكية التي اريقت وفي داء الكرامة المصرية التي استبيحت في عهد المبارك وعهد السادات ستعود مصر ان شاء الله قريبا وسترونها اذا كانت اسرائيل تريد ان تعرف رد الفعل المصري فها هو رد الفعل المصري هذا هو شعب مصر بدأ ولن ينتهي وسنأتي الى اليوم الذي نريده ان شاء الله سنأتي الى اليوم الذي تتحقق فيه كرامتنا بارادة هذا الشعب البطل وبارادة هذا الجيش البطل انها ازمة حقيقية نمر بها ولكننا سنخرج منها ان شاء الله مرة ثانية واخيرة اذا كانت اسرائيل تريد ان تحافظ على كيانها في هذه المنطقة فعليها ان تحترم القوانين والمواسيق وعليها ان تحترم الظروف التي جعلتها تتمكن من هذه الاتفاقية الجائرة التي لا نملك الا ان نحترمها طالما احترموها فعليهم ان يحترموها وانا فسنكون سعداء جدا ان لم يحترموها وسيرون رد الفعل المصري الحقيقي على اسرائيل ان تعي تماما ان مصر الان ليست مصر السادات وليست مصر مبارك